الكريمة الآن لسيد الرئيس شكراً أمام باسم الفريق الاشتراكي شكراً سيد الرئيس السيد الرئيس الحكومة السيدة السادة نوابن وطرامين يوم مبارك نتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي من أجل المناقشة للعرض السيد الرئيس الحكومة اللي جاءت على المادة 68 من الدستور والمتعلق بتطورات دمير الحجر الصحي لما بعد 20 مايو طبيعة الحال كانت واحدة مجموعة لأسئلة كالطرح نفسها ولكن نرى في الفريق الشراكي لأنها مرتبطة بالأمد المتوسط والبعيد ربما هذه المناسبة لا دي القانون المالي التعديلي ولا دي القانون المالي 2021 ولا كذلك النقاش المرتبط بالنموذج المويل الجديد اللي ستطرح فيها نحن نتمنى هذه اللحظة الدستورية التي هي هم بطبيعات الحال ولا نريد أن نسهب الحديث فيما تحقق بالمجهود الوطني الكبير بالروح الاستباقية بتوجيهات وقيادات جلالة المالك بالتضحيات بالتعبئة بالاتزام جباعي في مواجهة جائحة يمكن القول بأننا نجحنا اليوم مؤقتاً في الحد من تدعيتها ونسأل الله تعالى الخروج منها بأقل ما يمكن من الخسائر السيد رئيس الحكومة استمعنا لعرضكم بإمعان بكافة المعطيات الهامة الواردة به واترقتون من جوانب متعلقات التدبير الحجر الصحي بعد 20 ماي ورؤية الحكومة التخفيف الحجر الصحي وأولويات إنهار الاتصال الوطني في المرحلة المقبلة ولا أخفيكم سرًا استيد رئيس الحكومة أنا رجعت قرية العرض في مناسباتي المتكررة وكل صدق لقيت على أنها الأمر وقالنا بمسلسلين في أجزاء اللي كان سليم الجزء في الحلقة الآخرة كالقودة إيمان ذلك النقطة الغموض لماذا؟ لأنه ما تقدمت واحد من مجموعة دين إجابات اللي كنا نتمنى على أنها تكون حاضرة في العرض للكم على الأقل على الأقل باش أنها تساهم في تعبئة جديدة من أجل المزيد من الصبر ومن أجل المزيد من التزام هذه المرحلة المقبلة إلى غاية عشرين أو إلى غاية عشر يونيو المقبل نحن جوجة المتدخين يجبنا بشرين عين الله يستر السيد الرئيس الوضوح مطلوب أكثر من أي وقت ماذا وكنا كنت نتظر الفارق الشراكي إجراءة عمليات شرفو المستقبل كمكمل لما تفضلتم به من معطيات ومؤثرات ومؤشرات ومبادئ بصغة عامة هي بطبيعة الحال هامة وأساسية ومؤثرة لأي فعيل مستقبلي ولكنها لا تجيب على أسئلة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لأننا كنت نتظر إجراءات عملية مبوابة واضحة ولو تكون بمضيئة على فرضيات ارتباطاً بتطورات الوضع بمنطقة التدروج بطبيعة الحال أخذ بعض الاعتبار لوضعية الوبائية على المستوى الجهوي وباحتمالات مرتبطة بالتطور الوباء لأنك في مكان الحال لا يجب أن ننتظر نهاية الوباء راحت غادي تسري الجائحة ولكن المرض راحت غادي يبقى والعالم كامل يشتغل بهذا المنطق لأنه في أي لحظة ممكن عود يرجع ترجع الجائحة وبشكل أكبر ممكن وهذا ما نتمنى أن تذهب الأمور في التجاهي الإيجابي خاصة إذا ما توفر اللقاء لأنه واحد السؤال سيد رئيس الحكومة وأنتم في العرض لكم ركستوا له واحد النقطة اللي هي كانت السببب لربما أن هذا تمديد هو الظهور للبؤر الجديدة السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى جنة الخمسة يونيو وست يونيو وظهرت عوتاني بؤر جديدة في وحدات صناعية ما العمل حينها هل سنعطى بنفس الأمر هل سنمدد مرة أخرى هل سنوقف عاجلة الاقتصاد الوطني ككل ونوقف الحياة في بلدنا ككل لأن مدينة أو مدينتين أو جهة أو جهتين ما زالك تسجل فيها بعض البؤر ستوضع سيناريوهات ونحن نرى كيف اجتهادت مجموعة من الدول باش أننا وجدت واحد الحلول باش تجاوز مجموعة من الإشكالات لأن كيفما كان الحل غلبنا المصلحة دي المواطن وهذه مسألة أساسية وإيجابية وكنا متمييزين فيها والعدد ديال ديال الضحايا والعدد ديال المرضى كيبينا لأننا توفقنا فهذه الناحية لكن الخوف هو أن هذا التمييز يجب في واحد اللحظة التي يجب أن نتأخذ فيها قرارا برفع الحزر باش أن الاقتصاد الوطني يرجع لطبيعة دياله وترجع للحياة الطبيعية ونصدقوه ما نربعنا الجانب الصحي ما نربعنا الجانب الاقتصادي يجب أن يكون هناك نوع من التوازن وهو توازن مطلوب بطبيعة الحال لكن كيفما كان الحر لطولة الأمور ستذهب في اتساه المعاكس المواطن ره صبر ره لعنده نوع من الإمكانيات وره صبر مراكين اللي وصلوا للأعظم ونحن شنا مسيرة خرجت الناس مسيرة ديالة جوع سمت خصيد دار مجهود الدولة دارت مجهود مجهود كبير لكن يجب أن ننتبه إلى أولئك الذين لم يتوصلوا بأي دعم يجب أن يعمم بل وأكثر من ذلك خصوة تقييم هذه العملية ومن استفادوا ولم يكن لهم الحق في الاستفادة خصوة المحاسبة ديالهم ره كين الناس اللي عندهم الراميد لا يستفدوش وكين الأسرة اللي عندها تلاتة وربعة عندهم الراميد يستفدو كاملين خصوة الدار وحد مجهود في هذا الجانب وعلى المستوى المحلي والسلطات صدير تقارير دياله ويضبطوه هذا اللي يستفدو تحل التقارير ويشوفو كون اللي يستفدو كين اللي حل محل يلو يشتغل لم يتوقف عن العمل ومع ذلك طالب بالدعم وتوصل بالدعم خصوة يكون رجود في هذا الجانب لأنك في مكان الحال إذا كتعدنا شبارة قليلة ستوزع للنس اللي كي يستحقوها أصعب شيء هو أن يتوصل من لا يستحق هو ليس له ضمير ذلك الذي توصل وهو لا يستحق ليس له ضمير لكن يجب أن يحسب سيدة رئيس الحكومة إحنا أنتم تكلمتوا تكلمتوا على واحد المجموعات العنوية الكبرى ومعطيتواش تفاصيل تفاصيل اللي اسمعناها اسمعناها ربما القطاع الوحيد اللي كانت عنده تفاصيل مدققة هو القطاع ديال التعليم والذي رفع واحد اللوس بالنسبة للمواطنين والمواطنين على الأقل بنت الصورة امتحانات امتها تكون فقشعة تكون جيد ثم بالأمس سيدة وزير المالية وتحدث على أنه مباشراً بعد العيد على أن الوحدات الصناعية والإنتاجية تساعد من أجل استناف العمل وهذا مهم يعطي واحد النوع ديال الإيجابية في التعاطي مع ما يقع بيلادنا ومتعاملوا بواحد النوع ديال التفاعل ولكن ماذا عن عدد من القطاعات أراها ليس فقط الوحدات الصناعية والإنتاجية وهذه اللي خصت تشتغل رخصت تكون واحد الضوابط نتحدث عن بؤر خص واحد نوع ديالتشديد واحد المراقبة الصارمة مش تكون الجانب الويقائي يكون حاضر مش مأنش كل يومين كل ثلث يام نحن اليوم هنا نفت صباح تسجلت 25 حالة كان سين ربعات العشيات ثانين عتوصل كان تفاعلوا بأن الأرقم قد تراجع لكن يأتي يوم وقد تبهر بؤراء وقد نطلعون 150 خص يكون تشديد في ما يتعلق بمراقبة الوحدة الصناعية والإنتاجية لكن هناك قطاعات كثيرة تشغل الآلاف من المواطنات والمواطنين مئات الآلاف وتعاني وتنتظر من الحكومة أن تقدم لها بعض الشرح وهنا سيد رئيس الحكومة ركينا بعض المدن التي اعطيت الآن مثلا تجر البيع الملابس لأنهم يفتحوا خاصة بعض المدن الصغرى في بعض الملاطق التي لا تشرح فيها الوثاء التي لا تحتاجها تقريبا سيكون تواصل على المستوى المركزي لكي لا يكون لبس عند المواطنين والمواطنين لأن المواطن يستقل خبر ويتساءل كيف أن هذه المدينة هذه ما فيها الحجر الصحي هكك التقرأ هذه ما فيها الحجر الصحي هذه فيها الحجر الصحي في حين أن القانون يتحدث عن حالة الطوارئ الصحية ولا أن هناك حجر الصحي سيكون واحد تواصل في هذه الجانب هناك قطاعات تعاني المهن الحرة كاملة تعاني أرباب المقاهي والمعطاعم بالآلاف يعانون بل أكثر من ذلك هناك من القطاعات منخذت هي في البداية الوباء من ذاتها قناعة منها لأهمية صحة المواطنين ومواطنين خذت بعض القرارات نتكلمون عن القطاع للطب الأسنان هم أخذوا القرار في الأول لأنهم يوقفوا العمل والآن يستغلون على البروتوكولات وعلى كيف أنهم يشتغلوا ويطالبون فقط من الوزارة المعنية على أن يتبع معهم الأمر وقدموا مراسلات في هذا الجانب خصي اللي وكون في هذا الشي لأن كلما عادة مجموعة القطاعات يشتغل كلما يشتغل الإشكالات على المستوى الشماعي كنت تخلصه مننا لأن الآن حتى كلما جمع شباركة من مجموعة المياه الحرة يستنزف ونحن نفسه واحد اللحظة التي تهوخص الدعم رغم أن بعض القطاعات اشتهدوا للجمعية المهنية وقدموا الدعم من طلقة من إمكانياتهم بطبيعة الحال نقطة أخرى السيد 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 الرئيس الحكومة كنا نتمنع لأنه تكون واحد الإجراءات التي تم الإعلان عليها لأن الوضع حزر استحميم كل شيء يستمر بالشكل الذي هو عليه هناك مواطنين ينضبطون هناك من لا ينضبط لكن يجب أن تتخذوا إجراءات نحن نحن واحد مجموعة للدول الأماكن التي لا يوجد الوباء لا يوجد شيء يكون عندها واحد الاستثناءات تدار بعض الأمور التي تخفف شيء طفولة المغربية الحكومة فيما يتعلق الطفولة والشباب في هذه المرحلة هذه المرحلة لا يوجد غبرة والجانب النفس الأساسي وأنتم طبيب نفسي السيد رئيس الحكومة في القليش في الوقت كثير أريد أن نشر نقطة مهمة نركزنا لأننا في الفارق الشراكي في أكثر من المناسبة وأسمحوا السيد رئيس الحكومة أن أقول لكم فيما يتعلق بالمغاربة العليقين بالخارج هذه نقطة سوداء في عمل الحكومة لم يتم تعظيمها بمسؤولية وكما يجب خاصة وأنه كانت اجتماعات هنا بمجلس النواب في اللجن وكان هناك التزام من الوزراء لأن هناك عمل يتم وعلى أن الفارق قريب وكأننا نبيع الوهم للعليقين نحن كفارق الشراكي طلبنا من نهار الأول لكل وضع نكون واضحين وهذا واجب على الحكومة أن تتخذ الإسراءات المناسبة واللازمة من أجل إرجاع العالقين جميع الدول اشتهدت نحن اشتهدنا في قضايا أكبر من هذا الجانب يجب أن نشتهد في ذلك لكي أختم لأن في مكان الحال الأمر يتعلق بتعبئة وطنية ومزاق ستعبئة رمزا لي جاي هو اللي كبير في الوطن سيد الرئيس في ثلاثين ثانية في الوطن في الوطن قضايا دي الوطن وبما يتعلق بالوطن والمواطن فيما يتعلق بالمستقبل الجمائي من يبحث عن المعارك الهامشية سيبقى حتما على الهامش في حكم الوطن والمواطن وحكم التاريخ شكرا شكرا سيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر